السلام عليكم معكم الشايف المصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل دجاج مشهوب الكيس هنا عندي عصير نصف ليمونة ورح أضيف نصف كوب خل هنا هذا خل أحمر للمتوفر عندنا وممكن تستعملون خل التمر وهنا رشة كركم ورشة كاري ورشة زنجبيل مطحون وممكن تستعملون فرش مبروش يعني وهنا رشة ثوم مطحون هذا وممكن أيضا تستعملون فرش ورشة فلفل أحمر بابريكا يعني حلو بارد أو ممكن تستعملون حار إذا تحبون وهنا رشة فلفل أسود وهنا عندي واحد ملعقة أكل ملح خلطت هاي المواد وراح أضيف ربع كوب زيت الزيتون هاي وانا محضرة دجاجة عندي كاملة وزنها كيلو مية وقطعتها من الوسطة يعني من البطل مالتها وبقت يعني كاملة وغسلتها زين وصفيتها مثل ما مقدماني طريقة غسل الدجاج وتنظيفها بالملح فركتها وغسلتها هاي هي وخليتها بالمصفي مثل ما دا شوفوها وهنا عندي خضروات اللي هي بطاطا وبصل وجزر وانتو شون تحبون تقطعوها قطعوها للخضروات أنا قسم قطعتها نصف وبصل الزغار ما قطعتها هنا خليتها بهذا الكيس الخاص لشوي الدجاج او اللحم أكونوا خاص للدجاج وأكونوا خاص لللحم ضفت هنا الخضروات وراح أضيف هاي الخلطة اللي شفتوها ممكن تحضرون هاي الخلطة من الليل يعني يبقى ليلة كاملة بالثلاجة بالكيس وبعدين تشوها راح تشرب بالخلطة هاي اللي حضرناها وصير لذيذة جدا هنا أنا حركتها حتى تختلط بالخلطة يعني هاي المواد الدجاج والخضروات والخلطة تختلط كلها وراح أغلقها بهذا الشريط الخاص لغلق الكيس وأخليها بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى ومن الأسفل بهاي الصينية وياخذ وقت ساعة ونص إلى ساعتين وأقدمها وهذا شكلها النهائي وأنا قدمتها مع الماكرونة وراح أقدم لكم طريقة عمل الماكرونة بسيطة جدا وجربوها إن شاء الله تعجبكم وألف عافية اشتركوا في القناة